تصريحات المسؤولين الإسرائيليين بحتمية الرد على الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدفها قبل أيام يقابله تخوف أمريكي من استهدافة الأبيب لمواقع نووية ونفطية داخل إيران ما قد يعني جرى المنطقة إلى حرب شاملة شبكة CNN الأمريكية نقلت عن مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية أن إسرائيل لم تقدم ضمانات لواشنطن بعدم استهداف المنشآت النووية الإيرانية مضيفا أنه من الصعب معرفة فيما إذا كانت إسرائيل ستستغل الذكرى الأولى لهجمات السابع من أكتوبر لتنفيذ ردها ضد إيران وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد أعلن في وقت سابق أن الولايات المتحدة لن تدعم استهداف إسرائيل للمنشآت النووية في إيران مضيفا أن المسؤولين في إدارته على اتصال دائم بنظرائهم الإسرائيليين حول ذلك في المقابل قال المرشد الإيراني علي خامنئي إن بلاده لن تتردد أو تماطي الفرد على أي هجوم إسرائيلي يستهدفها مشيرا إلى تمسك طهران بالربط بين لبنان وغزة في محادثات وقف إطلاق النار بدوره قال وزير الخارجي الإيراني عباس عراقشي بعد محادثات في لبنان إن بلاده تدعم وقف إطلاق النار في لبنان بشرط احترام حقوق الشعب اللبناني وموافقة ما أسماها بالمقاومة وأن يتم ذلك تزامنا مع وقف إطلاق النار في غزة عراقشي الذي زار بيروت يوم الجمعة ووصل إلى دمشق اليوم السبت وصف الهجوم الإيراني على إسرائيل بالدفاع عن النفس مشددا على أن رد بلاده على أي هجوم إسرائيلي يستهدفها سيكون شاملا ومتناسبا حسب تعبيره